اشتركوا في القناة ببعض الاسمده بطيئة الذوضان هذا الان عندي الامور الطبيعية يعني ما في مشكلة ما في اي شي هذا اللي المحلول اللي يحتوي على الكاليسيوم والحديد ايضا الحقيقة حسب التجربة الايديتا ما ادري يعني لماذا دائما يكون هناك ترسب بالايديتا ما اعرف هل هو منتجات سيئة ام هو هذا طبيعي انا وغيري عندما اجربه يعني يكون هناك نوع من الترسب اما الايديتا والايديها وهو الافضل للايديسة طبعا اي دي دي اتش اس اي هذه ما يكون فيها ترسب على كل حال ايضا طبيعي ما عندي فيه مشكلة يعني اما هذا فهذا الخليط الجاهز اللي هو يحتوي على الحديد والكاليسيوم ايضا خليط انا حاولت انه اعمل تفصيل اكثر واذهب الى المحمية واضيف وكذا لكن صار عندي مشكلة بصراحة مشكلة صحية خطيرة هو ما ادري لحد الان انا ما اعرف هل هو بسبب العمل لانه بعض ايضا هي ملاحظة يعني عامة عندما تقوم بطحن بعض المنتجات بالطحون المطحن الكهربائية عندما تفتح الغلاف هنالك غبار رقيق جدا يخرج حتى لو تركت يعني تركت المطحنة دقيقة دقيقتين ثلاث دقاق مطفئة يبقى اول ما تفتح الغلاف انا بصراحة كنت اعمل بجانب المفرغة يعني مروح الشفط ولكن يبدو انه بعض من هذا الغبار استنشقته وكان ليلة غبار ايضا فصرت في حالة سيئة جدا ولحد الان منذ تقريبا اربعة ايام انا في حالة يعني المشتكى الى الله من الحالة الصحية المتردية وارتفاع في ضغط الدم مع العلم انا ما عند ارتفاع ويعني امور غريبة جدا انقطاع في النفس يعني فانا وحذر دائما يعني انه مثل هذه الامور انا كنت ارتدي الكمامة وكذا لكن ما ينفع لازم نكون حذرين خاصة هذا البودر لان هذا مركز البودر فلازم نكون بعيدين جدا عندما نشتغل ولا نستهم بهذا الموضوع لانه انا المرة الثانية الذي تعذيت لكن هذه المرة خطيرة جدا يعني ربما سيبقى اثرها الله اعلم على كل حال اذا سافطر ان اختصر الموضوع حتى يكمل هذا الموضوع انا عملت هذا طبعا كما قلنا خليط قمت بطحنه استعملته ايضا خليط بقي عندنا موضوع الكاليسيوم والحديد الحقيقة اذا اردنا ان نعمل الكاليسيوم والحديد كسائل راح يصبح عندنا مشكلة انه المحلول الان بيكي وجمعته يكون صلب وهذا محلول الكاليسيوم سائل فكيف راح تقدر يعني انتخذت عندما يكون الحالة التقليدية كلاهما سائل تأخذ حتى لو اخذت ملعقة ملعقة طعام من هذا تأخذ ملعقة طعام من هذا طبعا نحن ما نأخذ ملعقة يعني انت تضيف الى الحوض من المحلول ايوة بي يعني اكيد راح يكون يعني مثلا كمية مثلا لنفترض على الاقل اذا كان عندك محمية صغيرة في البيت يعني قدح مثلا او قدحين او بالاقداح يعني لكن ما يكون هكذا بالملعقة لكن الان عندما يكون عندك هذا جاف يعني كيف راح تتصرف يعني ما هي هنا المشكلة يعني هذا راح يكون عندك جاف فتأخذ منه كمية قليلة كم تأخذ اذا عملت محلول الكاليسيوم والحديد سائل لازم يكون عندك تصور يعني مثلا ملعقة شاي مثلا من هذا مقدار كذا من المحلول الثاني الكاليسيوم وهذا صعب فانا رأيي انه اما انه نجعل المحلول الكاليسيوم والحديد نعمل مركز بحيث يعني صر عندنا تصور نحسب حسابات انه مثلا اذا اخذنا مثلا ربع قدح مثلا مثلا يعني من هذا نأخذ مثلا قدح من هذا الثاني هكذا يعني نعمل عملية يعني نسبة وتناسب ما بين المحلولين هذا هذه طريقة او الطريقة الثانية وانا ارى انها افضل انه بما انه نحن عندنا الآن سيتكون طريقتنا بال direct addition يعني اضافة مباشرة فممكن ان نخلط الكاليسيوم الحديد مع هذا نفسه نفسه يعتوى على الجميع لان طريقة الاضافة المباشرة هذه طريقته انت عندما تضع بالحوض تضع محلول ايوبي ايا كان الايوبي حسب المفاهيم يعني تضع العناصر كلها تضع محلول وتضع معنى اضع جميع العناصر حتى من هاي الكاليسيوم تضعها في الحوض فاذا اذا كانت جافة فالامور نفس الشيء ميسر يعني فانا رأيي انه افضل شيء هو انه نقوم ايضا بطحن نترات الكاليسيوم ونخلطها مع الحديد طبعا مع هذا المنتج وعند ذلك بعد ما تحتاج تعسن تأخذ مقدار وتضيف الى الحوض وتراه تقيس بجهاز التي دي اس الى ان تصل يعني ما تدوق نفسك هذا محلول اي محلول بي هذا كاليسيوم هو كله كل عناصر فيه ما في مشكلة اضافة مباشرة او اذا اردت مثلا تقول مثلا نترات الكاليسيوم ما ابدأ ان اطحنها ممكن تأخذ الحديد تضعه هنا انه هو باودر تبقى نترات الكاليسيوم لازم ايضا تعرف نسبة وتناسف في هذه الحالة سيكون عندك تصور يعني مثلا مثلا انا عندي الان عندما حسبت العناصر يعني هذا هذا العناصر هذه وزنها الكل صار 1665 غرام هذه صار وزنها 1665 غرام طبعا الكاليسيوم والحديد ما موجود هنا فاذا عندما نظرت الى الكاليسيوم والحديد الكاليسيوم عندي 819 غرام نترات الكاليسيوم والحديد عندي 84 انا عندي ايدي هوا ايدي تخلطت المهم يعني الوزن الكل هو الوزن الكل للكاليسيوم والحديد هو 867 867 غرام انا عندي هنا 1665 وعندي الكاليسيوم طبعا انت ممكن يكون عندك مختلف هذا حسب حساباتنا يعني حسب الخلطة اللي انت عملتها كم يطلع عندك فانت الان عندك نسبة وتناسب اذا اردت ان تحسب يعني اذا السماد هذا يكون منعزل وعندك الحديد والكاليسيوم في مجموعة ثانية راح تكون النسبة حسب هذه الحسابات اللي عندي الان راح تكون هي النسبة يعني اللي هو راح يكون 0 فارزة 52072 النسبة ما معنى ذلك معنى ذلك انه انا كل ما اضع من هذا اذا انا وضعت غرام من هذا راح اضع نصف غرام شوي اكثر من نصف اللي هو 0.52072 من الغرام هذا هذا معنى معنى ذلك انه كم اضع من هذا اضع بمقدار صفر اضرب الرقم يعني مثلا لو فرضنا انا وضعت كيلو من هذا كيلو مثلا مثلا يعني فمن المواد الثاني السماد الثاني اللي هو كالس يوم وحديد راح يكون 0.52072 الكيلو اضرب وفي هذا الرقم راح يصير الف في 0.52072 هكذا يعني اضرب في هذا الرقم اضرب في هذه النسبة هذه النسبة كيف حصلتها بسيطة جدا انا عندي هذا وزنه الكلي 1665 وعندي الحديد والكالسيون 867 اقسم 867 على 1625 اقسم المجموع وزن الحديد والكالسيون على مجموع وزن هذه المنتجات اللي عملناها اللي هي الان بي كي وجماعته يعني فيطلع عندي رقم هذا الرقم هو الان طلع عندي 0.5207 معنى ذلك اي وزن او حجم اخذ من هذا اخذ بمقداره نفس الرقم او نفس الحجم سوان اذا عملت بالحجوم او عملت بالاوزان تقريبا نصف الكمية يعني تقريبا 0.5 يعني نصف الكمية تقريبا شوي اكثر من النصف يعني شوي اكثر من النصف اما اذا انا مثلا ممكن انا اضع الحديد هنا اذا كان وضعت الحديد هنا هذا وزنه 1665 اذا وضعت الحديد الحديد عندي هو 48 غرام يعني رح يصير عندي 1713 غرام المجموع الكل وعند ذلك رح يكون عندي المنتج الثاني فقط كاليسيون بدون حديد اللي هو 819 فاذا قسمت 819 على 1713 رح تطلع عندي نس الناتج صفر عدد صحيح فاصلة 478108 يعني في رقم اللي هو اقل من النصف رح يصير رح يصير اقل من النصف لانه فقدنا الحديد الحديد حولنا هناك فاذا انا اخذت من هذا المنتج هذا المنتج رح يكون مع الحديد في هذه الحالة وعندي كاليسيوم نترات كاليسيوم ما طحنتها ولا خلطتها على جهة فاذا اخذت كمية من هذا نفس الكمية اضربها في 0.478188 صفر هذا حسب اللي عندي طبعا اذا كانت عندك انت أرقام تختلف هذا حسب الحسابات اللي عندي حسابات الهيدروبادي او الحسابات اليدوية فانت تعمل بهذه الطريقة لكن مثل ما قلنا افضل شيء هو اسهل شيء بما انه انا عندي اضافة مباشرة فاقوم بطحن نترات الكاليسيوم الصليبة واخلطها مع الحديد واخلطها هنا وانتهى الموضوع بعد ما يحتاج انا احتاجيت شوي مثلا احتاجت ماذا افعل هذا كأنه محلول حتى بعد ما يحتاج اذوب لا تذوبوا في مكان في ماء صغير ما افضل لانه اذا كان كاليسيوم ومحديد هنا في هذه الحالة لا يفضل ان تذوبوا بماء وبعدين تضيفوا في الحوض ماء قليل لانه رح يصير محلول مركز وممكن يصير ترسيب لا في هذه الحالة اذا كان هكذا فانا ااخذ بالملعقة مثلا او بالكاس او بايشي واحرك الحوض واضيف الحوض الحوض يتحرك واضيف على شكل خيط يعني اضيف على شكل بطيء من هذا البودر حتى ينزل بطيء حتى يذوب قبل ان ينزل الى الاسفل حتى واستمر بالتحرك حتى يذوب بسرعة ما يحتاج انه ما يفضل لانه اذوبوا على جهة اعملوا محلول مركز ثم اضيفوا الى الحوض لماذا لانه راح يكون كالسيوم موجود كالسيوم والكالسيوم بالمحلول المركز يتفاعل بسرعة اما اذا بالحوض مثلا هذا هذا منذ ان بدأنا التجربة يعني قبل اربعة ايام تقريبا انا بدأت التجربة ربما هذا اليوم الخامس لحد الان جيد يعني ما في في اثار ترسب صغيرة من الاديتة طبعا لو كان ايديها ما كان عندي وهذا يعتبر حوض هذا محلول حوض يعني انا استعملت هذا استعملت هذا اللي هو فقط هذا الخليط مع كمية من الماء بي بي ام معين حتى كان البي بي ام اعتقد اقل من 2000 نعم البي بي ام تقريبا 1500 البي بي بي ام انا مثلا اردت ان يكون 2000 2000 وشوي هذا بدون كالسيوم فعندما وضعت الكالسيوم والحديد لاحظ الان عندما وضعت الكالسيوم والحديد طبعا هو الان بعده ما مستقر 2760 اضفت له الحديد والكالسيوم ومثل ما قلنا انه الحديد والكالسيوم هو يعني يتراوح تقريبا نصف نصف تركيز هذا المحلول الثاني او المنتج الثاني نصف تقريبا نصف شوي اقل شوي اكثر الحديد والكالسيوم يكون مقدارهم يعني 50% يتراوح بين تقريبا بين الـ 45% وبين الـ 65% حسب المنتج حسب تركيز هذا بالنسبة للوزن فالمهم انه انا عندي صار واضح الان توزع او اه توزع بحيث يعني اذا انا خلطته هكذا خلطته صار عندي ما عندي ما عندي اي مشكلة استعمله اضيفه بباشرة راح يصير عندي محلول مثل هذا طبعا اذا كان ايديها او ايديسة راح يكون احمر الايديها احمر جدا ليس كالايديتة الايديتة ما في لون تقريبا لونه يادوب اصفر شوي بالتقالي خفيف لكن لو كان ايديها يصير احمر جدا ف يعني اضيفه باشرة مثل ما هكذا يعني افضل فهذا رأي رأي انه هذا نفس المنتج مجرد انه تضيف له تحسب حسابك من الاول انه انت عندك كلها هذه المواد كلها تطحنها وتخلطها المطحون مطحون والغير مطحون تطحنه وتخلطه كله وبعدين تحكم الاغلاق لانه نترات الكاليسيو متميعة تجذب الرطوبة من الجو فاذا جذبت الرطوبة من الجو ممكن يبدأ يصير تفاعل وتتكتل فنحن نحكم الاغلاق بحيث ما يدخل لها رطوبة ما يدخل لها يبقى المنتج يبقى على شكل ايش بودر فعند ذلك نترات الكاليسيوم والحديد مع هذه المواد طحن وخلط وانتهى الموضوع احتاج شوي اخذ شوي واضيف الى الحظ مباشرة مع الخلط المستمر واقيس بعد ان يذوب طبعا هناك بعض المنتجات بطيئة الذوبان بعض المنتجات سريعة يفضل ان يفترض ان تكون المنتجات الجيدة سريعة الذوبان فاخلطه جيدا حتى يذوب بشكل جيد واقيس بجهاز تي دي اس شفته يحتاج بعد اكثر شوي اضيف مرة ثانية من هذا البودر اللي هو رح يكون محتوى على جميع العناصر ومنها الكاليسيوم والحديد انا كنت اتمنى ان اعمل هذا يعني بالتطبيق العملي واشرح اكثر لكن اعذروني الحالة الصحية حتى تركيز الذهن يعني سبحان الله مش ابتت انا عدة كلمات قلتها خطأ سوى منتجها او احدثها يعني نتيجة قلة التركيز لانه اشعر بتردي جدا شديد واحذروا مرة يعني اذا عملتم بهذه الطريقة مع الاسمدة انه خاصة اذا في عملية الطحن عندما تفتح الغلاف احذر جدا لانه راح يكون هناك باودر رقيق جدا حتى ربما لا ترى متطاير ورح تتنفسه ورح يأذيك لازم تكون حذر حتى اذا ما تنفسته حتى اذا وقع على الجلد ممكن فلازم ايضا الغسل الجيل اذا لابد ان يكون هذا الموضوع يعني يعني انا ارى ان هذا الموضوع حساس اكثر من الابخرة تذكرون عندما عملنا بعض المنتجات مثلا كبريتات النحاس وكذا كنا نضع على النار والابخرة ونقل تيار هواء حتى يعني لا يأتي خلي يكون تيار الهواء بظهرك ونكون حذرين وكمامات لانه الابخرة هاي ضارة انا رأي انه الباودر يكون ضرر اخطر وممكن ان يتصرب جزء من الباودر ويتتنفس حتى لو وضع التيار هواي فلازم تكون حذر جدا هذا الذي حصل معي يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يعني الشفاء لنا ولكم لجميع المسلمين والموفقية وعي سؤال اني حاضر ان شاء الله اخواني انا من ناحيتي يعني ما استطعت ان اتوسع كثيرا بسبب اصابتي في موضوع نقص الحديد عدم صار عندي توقف في امتصاص الحديد من الامعاء سبحان الله فتأذيت كثيرا على كل حال انا طريقتي ماذا سأفعل انا عندي الحديد الحديد كان استعملت 48 غرام هذه 48 غرام سأضعها هنا اخلطها هنا اخلطها مع هذه وعندي الكالسيوم سأستعمل واحده هذه طريقة من الطرق الكالسيوم سأستخدم لي واحد يعني سأصبح عندي مجموعتين الآن ماذا افعل انا عندي الوزن 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 الكل هذا مع الحديد عندما سأضع عليه 48 غرام حديد راح يكون الوزن الكل 1713 غرام 1713 غرام وهذا راح يكون وزنه الكالسيوم 819 غرام فانا ماذا افعل حتى اعرف النسبة يعني يعني كم اضع كالسيوم مقابل الان بي كي وجماعته اللي راح يكون معه الحديد ومعه الماغنيسيوم كل شيء معه معه الكالسيوم كم سأضع لانها اضافة مباشرة سأقول انا عندي هذا وزنه 819 غرام تقسيم الـ 819 راح اقسمها على الوزن الكل لهذا اللي هو 1713 غرام اذن 819 غرام تقسيم 1713 غرام طلع الناتج عندي هو هذا الرقم اللي هو 0.47 810 814 طبعا الرقم اكبر لكن اكتفي بهذا الكسور ويحتاج دقة اكثر حتى ربما اقل من هذا 047 811 0814 يعني هذا الرقم هذا الرقم اخواني عندما اخذ من هذا وزن معين واريد ان اخذ مقابيل كاليسيوم اضرب هذا الرقم به هذا الوزن اللي ساخذ من هذا اضربه في هذا الرقم اللي هو 0.478 10814 واضح كيف يعني مثلا انا اخذت 10 غرامات من هذا او اذا اردت ان تقول بالملي ما في مشكلة 10 ملي مثلا سنقول بالغرامات 10 غرام من هذا كم اخذ كاليسيوم اقول 10 ضرب 0.47810 814 رح يطلع عندي الناتج 4 مثل هذا المثال رح يطلع عندي الناتج 4.7 8108 اي غرام من الكاليسيوم يعني كل 10 غرام من هذا ساخذ 4 و7 بالعشر غرام من هذا 4 مثلا استطيع ان اقول 4.78 يعني ما يحتاج اقول 4.078108 يعني هذه الارقام الكبيرة يعني في الفاصلة التفصيل الدقيق هذا ما يحتاج هذه الدقة يعني يعني حتى ما يحتاج ان اضربه في 0.47810814 يكفيني مثلا ان اقول 0.478 مثلا هذا يكفيني يعني 3 ارقام بعد الفاصلة يعطيني دقة جيدة يعني فاذا اي رقم ااخذ من هذا اخذت 10 غرام كما اخذ من الكاليسيوم العشرة هذه اضربها في هذا الرقم اخذت 100 غرام اضرب المية في هذا الرقم وهكذا اضربه في هذا الرقم فيطلع عندي الكاليسيوم انا عند ذلك اخذ من هذا كمية معينة بالوزن او بالحجم ما عندي مشكلة مثلا بقدح او باي شي اخذ كمية واذيبها في الحوض مباشرة اضعها في الحوض مباشرة بالتحرك المستمر احرك الحوض بشكل مستمر واضيفها بطيء هكذا يعني على شكل خيط اضيفها هذا البودر يخلطه جيدا الى ان يذوب ثم بعدين اخذ بنفس اخذ نفس هذا المقدار مضروب في 0.478 من الكاليسيوم طبعا ايضا اخذ هذا المقدار سواء كان بالوزن او بالكمية بالكيل يعني بالملي جرام مثلا او بالملي لتر واضعه في الحوض واخلطه طيب هذا الرقم اذا هو ليس رقم ثابت اللي هو 0.478 وانما هو بعد ان انت تعمل الخلطة يكون عندك هذا الخليط اللي هو خلط جميع العناصر معادة الكاليسيوم كم يطلع وزنه تكتب عندك الوزن ثم من خلال الخلطة من خلال حسابات مثلا هايدرو بودي او الحسابات اليدوية كم يطلع عندك كاليسيوم تكتب الرقم تقسم رقم الكاليسيوم على يعني وزن الكاليسيوم الكل على وزن هذا الخليط الفودر الكل رح يطلع عندك الرقم اللي هو اللي هو رح تعتبره هو عامل النسبة ما بين الكاليسيوم وما بين الخليط مثل ما وضحنا إن شاء الله أنا أرى أنه هذه هي أفضل طريقة لماذا؟ لأنه الآن أنا مضطر أنا أستعمل بالإضافة المباشرة حتى لو كان هناك نوع من التفاعل راح يكون بطيء وراح يكون خلال مثلاً وشوي أقصر فترة التبديل المحلول يعني إذا كنت أنا متعود أنه أبدل المحلول كل شهر أبدلها كل عشرين يوم مثلاً يعني إذا كنت أنا متعود كل عشرين يوم أبدلها كل 15 يوم 17 يوم 16 يوم لماذا؟ لأنه الآن المحلول عندي المواد والأسمدة عندي ليست جئذات جودة عالية يصير فيها ترسب فأنا أكون مضطر أن أعمل يعني لو لاحظ مثلاً هذا الآن هذا خليط كامل يعني محلول أي وبي إذا أردنا أن نقول لاحظوا يوجد فيه نوع من الترسب مع العلم يعني بس هذا طبعاً مركز هذا هو المخفف هذا يعتبر محلول حوض لاحظوا في الأسفل يوجد طبعاً هذا عمره هذا تقريباً عمره أسبوعين شوفوا صار عندي ترسب يعني بالبداية خلال الأسبوع الأول يا دوب فيه ترسب شوي شوي بطيء صار عندي ترسب يعني يوجد الترسب بطيء بينما لو أنا عملت محلول مركز الترسب يحدث خلال دقيقة يعني المحلول المركز المتعودين علي محلول أي وبي يعني هذا المحلول المركز بسرعة يكون عندي ترسب لماذا؟ لأنه عندي المواد سيئة الصناعة وغير موثوقة ومخشوشة يعني هذا بيه كالسيوم هذا بيه مثلاً الفوسفور على شكل فوسفات هذا بيه الكبريتات بيه كبريت اس هذا بيه يوريا هذا بيه كذا يعني فيه غش يوجد غش ولهذا السبب إذا وجدت أنه عندك مثل ما وضحنا بالأجزاء السابقة إذا صار عندك شك بيه شفت أنه بعض المنتجات سيئة إما تستبدلها وإذا ما وجدت مثل حالتي أنا ما وجدت أنا لحد هذا اليوم أنا أبحث مع العلم أنا مريض جداً يعني ما أستطيع يعني ينقطع نفسي يعني وأبحث ولم أجد ما وجدت مفطر أن نستعمل هذه الأسمدة الرديئة فإذا أفضل يعني أخف الأضرار كما يقال أخف الأضرار هو أن أن أستعمل طريقة الإضافة المباشرة Direct Addition وإن شاء الله أي سؤالاني حاضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته